عيزة أفعاً دي شريف شمال لأن أنا على المستوى أول هدف اللي جابه هدف رائع جداً ينم عن أنه عنده إمكانيات وقدرات تهدفية أنه يأخذ مدافع في ظهره ويلفه بشماله وفي الزاوية البعيدة يعني هدف فيه شغل شغل فردي وحرضك طبعاً أدرى مني بدون ليه محمد شريف ما بيشاركش أساسي على طول أو فترة من الفترات لقناها كان بيستبعدوا الراجل شوية كان بيلعبوا شوية هو كلام أنت بتقول دوت يا إسلام فعلاً كان في فترة لما كان بيلعب عليه بولية بالظبط لكن محمد شريف دلوقتي ما فيش حتى لو جابوا مواجن من برة مش هيلعب على محمد شريف بالظبط لا 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 خلاص محمد شريف في الحتة دي يعني لو بنتكلم في عماد متعب يعني هو بالظبط يعني نفس التحركات أنت حتى الهدف اللي هو بتكلم عليه ده إسلام كرة عماد متع في الزمالك بالظبط صح بالظبط أنه هو برضك رأخذها وراجع ورح برجلي الشمال حتى فهو الولد عنده أولاً مهاري وبعدين بيسدد برجلي الاتنين بيتحرك بيتحرك كتير قوي عنده عنصر سرعة حتى لما بتلاقي بكرة في ظهر سردباكين هو بيعرف يوصل لها الهدف التاني اللي كان جابه في جنش طبعاً في الزمالك طبعاً يعني برضو بيأكد أنه هو عنده قدرات تصويب التزيم من خلاج منطقة الجزاء القوة كمان عنده أهم حاجة مفروض تبقى موجودة في المهاجم أو لعيبه الكورة اللي هو بيلعب في التلتة الهجومة القرارات بياخد قرارات يعني أقولك حاجة يعني مش أي حد ياخد قرار الجولي الثاني في الزمالك أه طبعاً أه أنا أكمل شوية أكمل أستنى حد يجيلي طبعاً أنا أفرض شطه وطلقيت مش عارف لأ هو بياخد قرار وممكن عنده جرعة عنده جرعة فيه لعيبة ممكن تكون بيستدد كويس قوي لكن ما بياخدش القرار